على الجانب الآخر وصل الفريق الأول لكرة القدم بالنياديا الأهلي تدريباته واستعدادا لمباراة النجم الساحلي في الجولة الخمسة من دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها إن شاء الله يوم الحد اللي جاي المريض الأحمر بيدخل مطش الأهلي ورافع شعار لبديل عن الفوز خاصة وإن أي نتيجة غير الفوز هتكون متصعب من مهمة الأهلي في الوصول لدور الثمانية وبيعصى أكيد فييلر في تجهيز كل اللعبين خلال الفترة اللي جاية خاصة وإنه عارف إن الفريق مقبل على مهمة صعبة في بطولة دوري الأبطال وفي الإطار الفني خاض لعبه الفريق الأول لكرة القدم بالنياديا الأهلي تدريبات بدنية قوية تحت إشراف في طامس بنكل مخطط الأحمال بالجهاز الفني ومن جانبه عقد السويسري ريني فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنياديا الأهلي جلسة خاصة مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة على هامش مران اليوم وشهدت الجلسة الحديث عن بعض التحضيرات الفنية والإدارية كمان الخاصة بمبارات النجمة الساحلي التونسي وشهد مران الأهلي حضور رئيس النادي كابتن محمود الخطيب لليوم الثاني على التوالي من أجل دعم ومؤذرة اللعبين قبل لقاء النجمة الساحلي اللي جاي بدوري أبطال أفريقيا كمان شهد مران عودة صالح جمعة لمشاركة في تدريبات الأهلي مجددا بعد غيابه الفترة اللي فاتت ظهر اليوم على ملعب التاتش بالجزيرة واكتفى صالح جمعة بالتدريبات التأهيلية في انتظار حسم مصيره مع الأهلي بعد موافق ترينيف غالر المدير الفني للفريق على خروجه على سبيل الأعارة أو البيع النهائي اشتركوا في القناة